السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم كيف حالكم إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال جيت لكم وجبت لكم هيا وصفة واحد الأكلة ما شاء الله يعني فيها فكرة جديدة يعني ما شاء الله يعني لا تخطر على بالك لذ ما تذوقت بصراحة قبل ما دخلوا موضعتها اليوم لا تنسوني فضلا وليس أمرا بالإعجاب والاشتراك مع تفعيل الجرس على الكل كي يسي لكم كل جديد بإذن الله السميع العليم أول شي بنات نجيبوا لحم المفروم ديروا للتواب اللي عندنا فلفل أحمر مع فلفل أسود أو تحبيه في بلاست فلفل أسود اللي تتعيي تعب يعني من الفلفل الأسود يدير في مكانه راس الحانوت بعد ذلك مثل ما شفتون نمزجوهم جيدا بعد ما نمزجوهم جيدا نجيبوا سباكيتي تعنا بوزن 30 غرام بهذه الطريقة مثل ما راكم تشوفون نبدو اللفوه اللفو به يعني لحم المفروم هكذا اللفوه عليه بهذه الطريقة ونضعطوا جيدا بنات بهم كما نقولوا تبقى محافظة على شكلها بهذه الطريقة وبعد ذلك نواصلوا كميات اللي عندنا مثل ما راكم تشوفوا بصراحة بنات طريقة جدا رائعة ومميزة ما بعد ذلك سواء في الذوق متاحة أو في طريقة تقديم متاحة تشهي بمعنى الكلمة تصلح ايضا انك تقدميها هكا للضيوف يعني لمحبي الوجبات الخفيفة تابعوا الفيديو الاخير رح تتفاجئوا من الشكل النهائي ان شاء الله خليتوكم مفاجأة للاخير ورحين تتفاجئوا ايضا في الذوق يعني الذوق ما شاء الله نصحكم انكم تجربوها وان شاء الله ما كمش رايحين تندموا نعم بهذه الطريقة نعم بهذه الطريقة مثل ما راكم تشوفون نضع فيها القليل من الزيت مثل ما راكم تشوفون بنات ونقوم بهذاك يعني لشكل هذوك الاشكاليش وجدتهم حضرتهم بتاع سباكيتي بهذه الطريقة ونبدأ نحطهم على زيتك باش يتحمروا ويديولي على جميع الأوجه تاع اللحم المفرون بيعطيولي لون هكذا وبعد ذلك نجيب الخضار التاعي الخضار اللي تحبي تستعد تستخدميها الخضار اللي تحبي تياكلها الخضار اللي متواجدة عندك في المنزل تبدأي تقطعها بهذه الطريقة بشكل مربحات مثل ما راكم تشوفون والشكل اختياري كل واحدة تشكلها على حسب الشكل اللي عندها لكن يفضل انه تكون عندك خضار هكذا تألوان زاكية يعني ألوانها كمتنوعة وزاهية تزيد لك في الطبق انتاعك تزيد له اكثر يعني المظهر تاعو وشكل انتاعو مثل ما نعرفو حناك المثال يقول تاكل العين قبل ما نعم قبل الكرش هكذا يعني العين هي اللي تاكل قبل لما تشوفي حاجة تشهي هكا شكلها تاكلها لذلك نصحكم انكم انتدسها الله ثاني في الشكل يعني طريقة تقديم تعال الأكله منها هذا فلفل حلو ثاني لونه أخضر نبدأ نقسمه كنت حابا يعني نحضر الفلفل يعني بالألوان لكن للأسف ما لقيتش ما هوش الوقت انتاعو قال يعني عندي غير هذا في المنزل الفلفل حلو ولكن بصراحة ما نحبذش الفلفل الحار بها ما تجيكش الأكل لانتاعك حار راتب دي ثاني تقطعهم بهذي الشكل إذا وصلتوا الفيديو يعني إلى هنا متنسونيش بالإعجاب اللي نسات الإعجاب وقلها أضغطي على زر الإعجاب فضلا وليس أمرا نعم بهذه الطريقة بنات وبعد ذلك تبدي توزعي الخضر تاعك ما زال عندي بقية الخضر يعني قطعها بهذا الشكل يعني هذا معدنوس بعد ذلك نزيد نوزعها نضع المعدنوس في مكانه البصل أيضا اللي يحب البصل يدير بصل اللي يحب الثوم يدير الثوم اللي هنا حبيت نطيبها بالبصل اللي واحدها محبيتش نضيف لها الثوم وتوما عليكم حرية الاختيار اللي يحب ذوقتها الثوم يضيف الثوم ثاني نفس الشيء هكذا على شكل مربعات وهذا هو الشكل تاعها بعد ما وزعت الخضر نضيف لها صوص خفيفة باش تطيب بها بقاوا معي متروحوش الى اي مكان الآن جي بي سلسلة الطماطم بهذه الطريقة ملعقة ونصف اللي هنا وضعت سنايا نضيف لهم زوج اكواب من الماء ونبدأ نمزج مع هذه المفقط التواب اللي يعملتهم في اللحم المفروم وما نفسهم اللي نعملهم في هذا الصلصة تاع الطماطم متاعي إلا درتي فلفل اسود وفلفل احمر عمليهم نفسهم إلا عملتي رس الحنوت مع فلفل احمر عمليهم بلا ما ننساو الملح لحسب الذوق يعني كاي اللي يحب الماكلة مالحة كاي اللي يحبها ملسوس مثل ما تحبوه نعم بهذه الطريقة ونبدأ ونمزجوا مع بعض بهذه الطريقة ونضيف هذك السلصة نضيفها إلى المكونات ونبدأ مثل ما راكم نشوفوا بهذه الطريقة نعم مازلت خطوة أيضا اللي راح أزيدها ذوق ورح أزيدها بنا هو هذا الجبن المفروم مثل ما راكم نشوفوا لما تطيب هكذا تبت نسبة تسعين بالميان نضيف لها الجبن المفروم هذا سريع الذوبين لذوب هكذا مثل ما راكم تشوفوا نعم وخليها الطيبة براحتها خلاص وهذا هو الشكل النهائي اللي راكم تشوفوا فيه ما نحكي لكمش على الشكل والذوق ما شاء الله ننسحكم أنكم تجربوها لكن خليها فقط الطيبة على أقل من مهلا خليها الطيبة راحتها خلاص راحتين تتفاجئوا مليح الإنسان يغير هكذا ساعة لساعة يغير من أكلتك وطريقة التقديم نقول لكم شاهية طيبة إن شاء الله نكون في المستوى المطلوب عفوا ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه الإعجاب والاشتراك تفعل الجرس لكي يصل لكم كل جديد